أبنائي وبناتي طلبات وطالبات الشهادة الألدية السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في الحلقة السابقة احنا كنا نتكلمنا عن الجبر يعني مرنا فيه وفيه بقى الجزء المربوط بين الجبر والهندسة هنقول نتكلم شوية بقى في بداية أو بدايات الهمة جدا فيه الهندسة في الجزء بتاع الدائرة الدائرة هي حاجة انتوا بتشوفوها دايما في حياتنا العملية يعني عادة انا بلاقي فيه الشكل دا كده فانا عندي كده اهو اهو لو انا بصيت على الدائرة في هذا الشكل انا عايز اقول انه دي هندسة بقول عليها هندسة مستوي فيعني المستوية يعني انا برسمها على الورق زي ما هو كده وبالتالي انا عندي الشكل دا هو شكل مستوي فدي من الهندسة المستوي فطبعا انا عندي النهاردة الدائرة في الهندسة المستوية كلم عن الدائرة وهتبقى عنوان الحلقة مفاهيم اساسية للدائرة اه تعالوا بقى بينا نقول احنا اه اتكلمنا قبل كده في الفصل دا السابق عن الهندسة التحليلية النهاردة بكلم عن هندسة مستوية يعني ممكن ارسمها على الورق وممكن ارسمها في هذا المستوى وبدون المحاول الدكرتية دلوقتي لانه التحليلية كانت مرتبطة بالمحاول الدكرتية طيب اصبح عندي هذا الشكل هو شكل قلنا عليه شكل دائري اه تمام احنا تمام كده زي الفل وما فيش مشاكل اما يكون في دائرة وده مركز هنا الدائرة طيب تعالوا بقى نخش في موضوعنا ايه المفاهيم والتعريف الاساسية الخاصة بالهندسة والخاصة بالدائرة اولا الدائرة زي ما انت شايفها وقلنا عليها هي خط مغلق بسيط بحيث تبعد كل نقطة على هذا الخط مسافة سابقة عن نقطة سابقة يعني ايه يعني هذا الخط المغلق البسيط اللي هو هذه الخط اللي سويت ده لو انا فردته هيبقى عامل كده فهذا الخط لما انا قفلته فاصبح هذا الشكل طيب قال لي طيب ما انا ممكن اقفله فيبقى الشكل عامل كده وبرضه مغلق بسيط لان انت عارف الشكل لو كان بهذا الشكل يبقى ما هواش بسيط طيب امال ايه بقى الفرق بين الشكل ده والشكل ده قلت له فرق هذه النقطة ايه النقطة دي اللي هي مركز الدائرة يبقى ايه دي اول مفهوم او التعريف الاساسية للدائرة اللي هو مركز الدائرة يبقى قلنا ايه هي الدائرة الدائرة هي خط ملق بسيط بحيث اي نقطة تبعد عن نقطة داخله مسافة سبتة يعني البعد من هنا لهنا من الف الى ميم اد البعد من ميم الى مثلا به اد البعد من ميم الى دال فتبقى دي كلها ابعاد لانصاف الاقطار يبقى انا عندي دلوقتي دخلت في مركز الدائرة هو هذه النقطة التي تتوسط الدائرة والتي تبعد مسافة سبتة عن اي نقطة عن الدائرة لا تعريف مركز الدائرة طيب اما للدائرة وان الدائرة هي خط ملق بسيط بحيث تبعد كل نقطة عليه مسافة سبتة عن نقطة سبتة هذه النقطة السبتة تسمى مركز الدائرة طيب الحمد لله وصلنا لحطة مهمة اللي هي الجزئية بتاعت مركز الدائرة واي نقطة على الدائرة يعني أنا دلوقتي لو أنا واحدة واحدة كده عشان نبقى يدخلين في المفاهيم وما تفونت ما نفوتش حاجة أنا عندي الدايرة هي زي ما اتفقنا وأنا بقولك طبعا أنا جبت ألم غامق شوية عشان يبان معايا لكن أنا وأنا برسم في الكراسة أنا عايز البرجل أمسكه بالراحة خالص وبلفه يعني اتمرن كده إن أنا خلي حط البرجل ويبقى أصباقي كده هو بحيث هو اللي بيحرك وهنا المهارة بقى بتاعة الرسم طيب عشان مرسمش وتائل قوي فيبقى الرسم بتاعة مش مظبوط أصبحت هذه النقطة هي مركز الدائرة والآن كلامنا عن هذه المسافة السابتة التي تبعد بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة فبسميها نصف القطر يبقى أنا عندي نصف القطر إيه هو بقى تعالوا بقى نعرفه هو قطعة مستقيمة وصلة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة يبقى كده هقول عليه هو ها قطعة مستقيمة خلي بالكوا الحاجات دي بتيجي في الاختيارات والأسئلة الموضعية قطعة مستقيمة وصلة ما هي القطعة المستقيمة لها طرفين أكيد هنا طرف وهنا طرف بين إيه نمر واحد بين أولا كده مركز الدائرة ده الطرف الأول مركز الدائرة نمر اتنين أي نقطة على الدائرة أي نقطة على الدائرة الله يبقى احنا كده قدرنا نعرف معنى أو مفهوم نصف القطر إذن الدائرة لها عدد لا نهائي من أنصف الأقطار أهو أنتو نسيني الورقة اللي فاتت لما قلنا في الهندسة لأننا باسمها كده هو أدي أدي نصف قطر أدي نصف قطر أدي نصف قطر ففي عدد لا نهائي من أنصف الأقطار اللي بتحقق هذا التعريف طب أنا لقيت هنا نصف قطر تمام وقلنا البعد بين المركز لنصف القطر مقدار سابت فحسميه نق يعني إيه بقى كلمة نق هذه بقى مفردة جديدة كده نق هي مش جديدة يمرت عليك لكن تعالي نعرفها هي إيه هي طول نصف القطر الله مش أنت قلت يا مستر دلوقتي إن القطر نصف القطر قطع مستقيمة لا أنا بكلمك عن إيه عن طول نصف القطر آه هو قطع مستقيمة لكن طولها قد إيه دي كلمة نق فلما جا أقول لك ارسم الدائرة بص بقى السؤال بقى يقول لك كده طبعا سؤال يعني ورد في افتدائي وبتاعها هذه خلاص بس شوف تعالي نصف صيد سؤال كيف باكتبه لك فبقول له إيه ارسم الدائرة وقوم الدائرة هسميها بمركزها فهقول لك الدائرة مين والتي طول نصف قطرها بدل مكتب طول نصف قطرها أقول لك والتي نق لها يساوي كام مثلا خمس سنة الله كده أنا قدرت إن أنا أجيب أو أفهم يعني إيه الفرق بين نصف القطر وطول نصف القطر معنى كده إن أنا لو جيبت نصف قطرين على استقامة واحدة كده يبقى أصبح من ألف لميم ومن ميم لبيه أصبح ألف به ده هو قطع مستقيمة يمر بالمركز ومكون من نصف قطرين لكن على استقامة إيه واحدة فبسميه إيه بسميه قطر الحمد لله فينا فحقول له القطر هو عبارة عن نصفي قطرين ولكن على استقامة واحدة فبقول له القطر إيه هو هو قطعة مستقيمة وصلة بالنقطتين على الدائرة لكن يمر بالمركز الله طب افرد بقى ما مرش بالمركز كان يترسم هنا هذا القطر لو أنا ما رسمتوش من هنا ونزلت نزلت نزلت رسمته هنا هو عمال يصغر أهو يلاحظوا أنه هو عمال يصغر فبسميه إيه بسميه وطر أهو بقى ده مفهوم جديد هنستخدمه إحنا اتفقنا قبل ما بنخش فيه وحدة معينة أو وحدة معينة أنا جزء أنا بشغل فيه أو باب كل المفاهيم اللي أنا هستخدمها هقول لك دي إيه عشان لما جاء أقول لك على طول وطر تعرف شكل الوطر يبقى أنا دلوقتي عايز أعرف معنى كلمة الوطر إيه هو الوطر هتفق معاك إنه هو حيكون قطعة مستقيمة قطعة مستقيمة زي النصف القطر بالضبط قطعة مستقيمة لكن ترى فيه إيه بقى واصلة بين أي نقطتين نقطتين على الدائرة تمام تمام قال لي طيب طيب ما هو أنت بقى دلوقتي وقعتني في مشكلة حضرتك مرة قلت إنه القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين على الدائرة اسمه وطر كويس كويس ولما جينا نعرف القطر قلت لي هو قطعة مستقيمة واصلة بين نقطتين على الدائرة قلت لك لا بس حطيت شرط تاني أن يمر بالمركز يبقى إذن القطر هو وطر لكن يمر بالمركز تاني 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 نقول تاني الوطر قطعة مستقيمة واصلة بين أي نقطتين على الدائرة كهذا الوطر اللي أنا هسميه مثلا سين صهب هذه هنا سين وهنا صهب ده اسم وطر هذا هو الوطر تمام قال لي طيب نقطتين على الدائرة أي نقطتين على الدائرة زي دي ودي ووسلتهم ببعض أصبح وطر تمام قال لي طب ما هو دي واصلة بين نقطتين على الدائرة قالت له آه الوطر أعلى درجة شوية من القطر أعلى درجة شوية من الوطر ليه لأنه مر بمركز الدائرة يبقى إذن القطر هو وطر يمر بالمركز يبقى ده تعريف آخر ليه القطر يبقى أنا عندي للقطر فيه مفهومين القطر لو أنا بتكلم عنه له مفهومين هو على انه قطعة مستقيمة قطعة مستقيمة مالها واصل بين اي نقطتين خلي بالك نفس الكلامة هو على الدائرة ايه تاني بس بقى حط حتة زيادة الدائرة بس ازود ايه يمر بالمركز ويمر بالمركز ادي جزء جديد قال لي طيب انا ممكن اخد بقى الحتة دي كلها اهو بدل ما اقول قطعة مستقيمة اهو ما هو قطعة مستقيمة واصلة بين اي نقطتين على الدائرة تتعريف الوطر فانا ممكن اشيري الحتة دي كلها واقول له ان القطر القطر هو وطر عشان اخلص من دي بقى اصباح دي انا جبتها من هنا هي هو وطر يمر بمركز الدائرة بالمركز يبقى اصبح دلوقتي انا قدرت اعرف القطر وعلاقته بالوطر طيب يبقى انا الوقتي لما هقول لك قطر وهقول لك وطر طيب لاحظ حاجة بقى هنا هذا هو القطر وهذا هو الوطر وده وطر الله انا كل ما بسيب المركز واتحرك لجوه او للنحية دي الوطر بيقل طوله ايه ده قال لي اه لانه بتبتدي الدائرة بقى بعد ما وصلت لاكبر اتساع لها عند نقطة الف وبه اللي هي على السقامة واحدة تمر بالمركز بتبتدي تقل تاني وبنفس القيم وبنفس المسافة وبنفس الدوران وبنفس الزاوية وبنفس القياس ايه ده في زاوية وفي قياس وفي طول وفي حاجات كتير قوي جميل قوي قال لي طيب لو انا بعدت كده يعني ربع سنتي وجيت رسمت وطر حاليه اصغر من القطر يبقى القطر ده اكبر اوطار الدائرة هذه تعريف ثالثة هو يبقى القطر القطر هنقول عليك كمان اكبر اوطار الدائرة اكبر ايه اكبر في القيمة يعني قلت له لا في الطول في الطول مافيش حاجة قيمتها احسن من التانية كلها احنا بنحتاجها لكن هو اكبر في ايه في الطول يبقى القطر 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 ثلاثة تعريفات ليه القطر في اله المفاهيم والتعريف الاساسية بالنسبة للدائرة طيب اذا اتكلمت عن اه اه القطر وا اتكلم بقى عن مستقيم مهم جدا اه له علاقة بالدائرة طيب عشان اخش اكتر في الموضوع ده قال لي ايه لو انا جيت رسمت الدائرة وخلي بالك عشان نخش في المفهوم اللي احنا عايزين هو كده الاول وبعدين لو انا جيت قلت له ادي القطر اللي انا رسمته هو القطر عادة هو ايه زي ما اتفقت معاكو قلت لك هو ما حط المركز هو يمر بالمركز ادي المركز فيمر بالمركز يعني انا لو حطيت كده هو وصلت اصبح ده قطر قال لي طيب لو انا قسمت الدائرة اربعة اربعة تعرف تجيبلي مساحة هذا الربح انا عندي دلوقتي الدائرة كلها من مساحة الدائرة اللي احنا خدناها قبل كده الدائرة ليها محيط الدائرة محيط الدائرة وايه تاني ولها مساحة سطح الدائرة يعني انا لو بتكلم عن طول الخط الاسود ده انا اقدر اجيبه ازاي انا هجيب الخط الاسود ده وحفرده وحقيسه على المسطرة فابقى جيبته محيط الدائرة فوجدوا ان العلاقة بين فتحة البرجل وبين طول الدائرة اللي موجودة اتنين وعشرين الى سبعة يعني لقوا ان في علاقة كل ما افتح فتحة قدرها سبعة سانتي الاقي الكيرف او نص القطر او نص الدائرة اللي بترسم ده اتنين وعشرين او كل ما الاقي الكطر سوى اربعتشر سانتي الاقي اربعة واربعين هو طول الدائرة ففي علاقة بين فتحة البرجل وبين الخط اللي بيرسم قال لي اه قلت له خلاص انا سميت هذه العلاقة بباي او اللي انا بقولها بالعربي اللي هي بتسوي كام بتسوي اثنين وعشرين على سبعة او ممكن يدهالي تلاتة واحد من عشر او تلاتة واربعتشر من مي او تلاتة ومية اتنين واربعين من الف وهكذا هو بيديني القيمة فبسميها قيمة تقريبية لذلك الباي دي بقول عليها القيمة التقريبية الله دخلنا بقى في حاجات كنا بناخدها كده صماء اللوقت احنا عرفنا جات منين فمحيط الدائرة عبارة عن اتنين عشان هو مرة من فوق اللي هو اتنين وعشرين على سبعة ومرة من تحت اتنين باي في طول نصف القطر ومساحة الدائرة عبارة عن باي في نق تربيع اللي هو طول نصف القطر هنا وحدة مربعة وهنا وحدة طولية ايه بقى وحدة طولية حسب الوحدة اللي انت شغالها لو انت شغال سنتيمتر يبقى انت ده بالسنتيمتر سنتيمتر يبقى سنتيمتر مربع فدي المحيط ودي المساحة الان يقول لي بقى السؤال الخلاصة بتاع لغاية دلوقتي لغاية ما وصلنا لحتة دي يقول لي دائرة او اوجد مساحة ربع الدائرة التي طول نصف قطرها او يقول لي خلي بالك اه ادي نصف قطرها او يقول لي نقلها اي حاجة بقى انا كل شرور مفاهيم بفكرها لك يساوي كم يساوي سبع صنف ومثلا اوجد محيط ربع الدائرة الله اه سؤال يعتبر لا من بقى كل المفردات اللي احنا شغالين فيها هقول له حاضر عايز المساحة اه اقوله بما ان مساحة سطح الدائرة يساوي واكتب القانون باي نقق تربيع وعشان هنا شغال سنتيمتر يبقى سنتيمتر مربع جميل يبقى هعوط يبقى الكلام ده اذا مساحة الدائرة هتساوي باي باتنين وعشرين على سبعة ما لم يذكر غير ذلك يعني مدام ما قليش بتلاتة خدها بتلاتة بواحد من عشر يبقى فيه في اختصارات هو عايز يشيلها مفيش يبقى انت هتحط باي على طول باتنين وعشرين على سبعة فيه نق تربيع اللي هي سبعة في سبعة يعني سبعة قصة اثنين يعني سبعة في سبعة л ballistic أنا كتبتها سبعة في سبعة عشان أنا هعمل عملية اختزال دي هتروح معادي ويبقى اثنين وعشرين فيه سبعة بمئة أخبعة وخمسين سنتيمتر مربع ده مساحة الدائرة قال استني أنا مش عايز مساحة الدائرة ده مال انت عايز ايه قال انا عايز مساحة ربع الدائرة فاقول له خاضر اذا اهو انا عايز دي المساحة بتاعت الدائرة صح صح لكن انا عايز ايه عايز مساحة ربع الدائرة هقول له مساحة ربع الدائرة يساوي مية اربعة وخمسين على اربعة يا سلام اه ويهي المشكلة طيب اكتب واحدة مربعة يا استاذ اطلح اطلح ما طلحش ده عدد نسبي والدنيا زالف واللي ما فيش مشكلة طلعت انا دلوقتي مساحة ربع الدائرة طب عايز ايه تاني قال لي محيط ربع الدائرة يا خبر محيط ربع الدائرة طب اتعال بقى نمسك الرسم اللي احنا رسمينه ونتحرك فيه شوي يعني ايه بقى كلمة محيط هو الخط المحيط بالشكل اللي بيقفل الشكل لو انا بص عليه كده قادي ربع الدائرة اللي احنا قلنا عليها طبعا انا جبت الدائرة كلها وقادي ربع الدائرة اللي انا قلت عليها يبقى أنا عندي الدائرة محاطة بثلاث خطوط هذا الخط وهو ما يمثل ربع محيط الدائرة يبقى أنا عندي المساحة يبقى هو عندي دلوقتي عشان أجيب المحيط أنا محتاج دلوقتي إلى إيه عشان أجيب محيط ربع الدائرة اللي هو ذكرها محيط إيه لأ لك تبقى أحسن بحاجة بينها عشان أحدش تزعل مني يلا نعدي الورقة محيط ربع الدائرة هيبقى مكون من إيه لو أبصي بقى على الرسم اللي أنا كنت رسمه عبارة عن سلس خطوط هذا هو الخط الأول وبعين هذا الخط الثاني وده الخط الثاني قال له إيه بقى الخط ده قال لي ده ده محيط ربع محيط الدائرة يبقى أنا لازم أجيب محيط الدائرة وقسم على ربع نمرة واحد نمرة اثنين وما لده إيه وده إيه قال لي بقى إيه ده ده المركز إوعى تنسى هنا القطرين ده المتعمدين اللي هو بيقسم الدائرة إلى أربع أجزاء متساوية يبقى ده طوله نق وده طوله نق الحمد لله يبقى أنا قادرة تحصل على جيب سبعة وديب سبعة حسب ما هو مديني في المسأل يبقى أنا عندي دلوقتي محيط ربع الدائرة هيتحقق بكام خط بسلس خطوط أول حاجة إن أنا عندي فيه خطين بيمثلوا أهو سلس قطع مستقيمة أو سلس خطوط هذا الخط الأول هو قطع مستقيمة اللي هو نق وطوله نق وده كمان طوله نق يبقى أنا عندي اثنين نق أول حاجة طيب زائد زائد إيه قال لي زائد محيط أو ربع محيط الدائرة خلي بالك ربع محيط الدائرة غير محيط ربع الدائرة خلي بالك بقى من اللفظ بتاع السؤال محيط ربع الدائرة محيط ربع الدائرة اللي هو عايزه وربع محيط الدائرة ده ربع بعد ما جيب محيط الدائرة جيب الربع هشوف بقى السؤال والصيغة لانه جات في مرة كده وبدل ما يجيبوا ربع الدائرة جابوا محيط ربع الدائرة تعالوا نشوف الفكرة دي وازاي ان احنا ما نتلغبطش فيها هنا اهو زائد ربع محيط الدائرة ربع محيط الدائرة اهو اه دي محيط ربع الدائرة يعني انا عندي ربع دائرة اهو وعايز ما يحطها خلي بالك عايز ايه ما يحطها فتحط بسلاس خطوط طيب يبقى انا عندي نقق يعني اتنين في سبعة اتنين نقق زائد ربع في كلمة محيط الدائرة اللي هي اتنين في اتنين وعشرين على سبعة في سبعة هشيل السبعة مع السبعة واتنين في سبعة باربعتاشر وتعالى نختصر كده على الاتنين في الاتنين في الاتنين يبقى في الاتنين يبقى هنا الاتنين هيساوي خمسة وثلاثين سمت متر هو ما يمثل محيط ربع الدائرة ابنائي وبناتي الوقت بيجرب سرعة معاكو لكن إن شاء الله حنلتقي في حلقة قادمة كان معكم عادل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته